بسم الله الرحمن الرحيم أهلا وسهلا بيكو وأتمنى يا رب تكونوا في خير وصحة دايما فاجعة صادمة شهادتها أحدى كرة محافظة سوهاج بصعيد مصر بوفاة عروسين بعد أقل من 24 ساعة من زفافه وكشف تقرير مفاتش الصحة بمركز جهينة بمحافظة سوهاج سبب وفاة عريس وعروسة عسر عليهم جثتين داخل غرفة نومهم وتبين أن سبب وفاة الزوجين تسمى وغزائي بينما أكد التقرير أنه لا توجد شبهة جنائية في الواقع وأكدت تحريات وحدة مباحث شرطة جهينة عدم وجود شبهة جنائية في الواقع وأن سبب الوفاة تسمى وغزائي نتيجة تناول العروسين لحوم وأطعمة فاسدة وأشارت التحريات إلى أن الواقع جرى اكتشافها عقب تأخر الزوجين في النزول من شاقتهم صبيحة زفافه وعدم استجابتهم للطرق على باب الشقة وكان اللواء مدير أمن سوهاج تلقى اختارا من العميد مأمور مركز جهينة بالعصور على خالد 24 سنة وشرهان 20 سنة جستتين هامدتين داخل غرفة نومه وتبين من المعينة سلامة أبواب ونوافذ الشقة وحصر على الزوجين جستتين هامدتين في غرفة نومه وتحرر عن الواقع المحضر اللازم وتولت النيابة العامة التحقيقات ترجمة نانسي قنقر